المرأة إذا حاضت أو نفست حرم عليها الصوم ووجب عليها الفطر ولا يصح منها الصوم ولو تطوعت بالصوم لأثمت لو تطوعت بالصيام أثمت لأنها أتت بما لم يشرحه الله تعالى والدليل على وجوب فطر عدم صحة صوم الحائض والنفس فسأل إجماع لا خلافة بين العلماء في ذلك وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أليس إذا صامت أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم في بيان نقصان دين المرأة في بيان نقصان دين المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب الحازم من أحداكم فقالت امرأة ما نقصان ديننا وعقلنا قال أليس شهادة المرأة بشهادة رجلين وهذا يدل على أن النقص هنا ليس نقص الإدراك والفهم إنما نقص الضبط والحفظ والأداء أما نقص الدين فهو وأما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وهذا نقص خلقي كوني لا تعاب عليه المرأة لأنها لو صامت أو صلت أثمت فهي متعبدة بترك الصوم والصلاة يعني تتقرب إلى الله بترك الصوم والصلاة فهو عبادة ولهذا من يسوق مثل هذه المقولة للمرأة على وجه التنقص لهن والتعييب والتقليل من حالهن أنتم نقصات عقل ودين هذا ليس بسديد ولا برشيد ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التنقص للنساء بل قال ذلك بياناً لحالهن التي تستوجب التعويض بزيادة الخير وبزيادة العمل الصالح وليس على وجه التنقص لهن المقصود أن الحائض والنفسة لا تصوم ولا يصح منها صوم بالاتفاق